بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل الناس دائما إلى طريق الله وينصحهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما يقربهم من مولاهم جل وعلا وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم النصيحة في صورة توجيه وكلام وفقط وإنما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إلى توجيهه وإلى نصحه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بنفسه في التطبيق ومن ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ولعل هذا استرع انتباه أحد أصحابه الكرام فكان سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يلاحظ أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان فسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى لاحظ أصحابه ذلك فكان سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يسأله عليه الصلاة والسلام فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ربما الناس يغفلون عنه بين رجب الذي هو من الأشهر الحرم والذي يحب الناس فيه أن يكثروا من خصال الخير وأن يكثروا فيه من أفعال القربة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه شهر له عند الله سبحانه وتعالى فضل باعتباره من الأشهر الحرم وشهر رمضان هو شهر فريضة الصيام فصيام نهاره فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلم القادر المستطيع الذي يستطيع أن يقوم بأعباء الصيام وأن يمتنع عن الطعام والشراب فهذا الشهر الذي هو شهر شعبان هذا الشهر يتوسط رجب ويتوسط شهر رمضان فيغفل عنه كثير من الناس فنبهه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس يحب صلى الله عليه وسلم أن يتقرب فيه إلى الله تعالى بمزيد من الطاعات وبمزيد من العبادات فكان صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من الصيام إضافة إلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ويحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فطنت إلى هذا الأمر وذكرت كما تروي كتب السنن أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر إلا شهر رمضان لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا بأكمله إلا شهر رمضان وما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما من شهر شعبان معنى هذا الكلام أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا بأكمله إلا شهر رمضان وهو صيام الفريضة فما هو دون ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا ولكنه كان يكثر من الصيام في شعبان فانتبهت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى هذا الأمر ووصفت حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا على الله وهو يقربنا من المولى جل في علاه فالأحرى لكل مسلم والأولى به أن يتلمس طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسير على منهاج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعله أن تصيبه نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركات كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من السعداء في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين